نحو ستين يوما تفصل الليبيين عن رمضان وتفصل رمضان عنهم في أجواء رمضانية مبكرة عافت فيها الأموال جيوبهم وعافت الأساسيات الحياتية أفواههم لحوما وخضرا وفواكه مفضلة الهجرة شرقا وغربا لتلامس شفاها شعوب الجوار في موسم هجرة مجنون يقوده مجانين التهريب الذين لا يحكمهم دين ولا أخلاق ولا يردعهم قانون منتقلين بين تهريب البشر والمحروقات إلى تهريب الطماطم والبصل والجزر مئات الملايين التي وعدت بها حكومة البعثة الأممية لتأمين الموازنة السلعية الطارئة لا زالت في حلبة تصفيات الصراع بين الرئاسي المقترح والمركزي وصندوق موازنة الأسعار ولجنة الاعتمادات وغرفة التجارة والصناعة فيما يقف المواطن متفرجا على المشهد يسمع جعجعة ولا يرى طحينا يقيص مطعمه وملبسه وحياته ومماته على قدر ضئيل من السيولة النقدية التي ضاعت في متاهات النظام مصرف متآكل في الشكل والمضمون ورغم إزاحة النظام السابق منذ ست سنوات إلا أن الحنين إلى منظومته الفاسدة وجمعياته الاستهلاكية لا زال يراود عقول من تعود على استغلال حاجة المواطن وتسخيرها لجني المزيد من الأرباح وتحقيق الكثير من المكاسب في خطوة للوراء تنطوي على تبرير لحكم العسكر الذي جلب الخراب إلى البلاد وحول الناس إلى مجرد عبيد للحاجة الحكومات والرئاسات والمجالس ومفرداتها وتوابعها ومن يدور في فلكها لا يجد المواطن فيها مكسبا ولا مغنما غير المزيد من المتاعب مع الوطن والثورة ورغيف الخبز ترجمة نانسي قنقر